قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته قال هل يجوز للرجل أن يغتسل بالصابون بعد الغسل بالماء يجوز ما في مشكل لكن لو دار تصلي بالغسل الأول إذا كانت خط غسل جنابة دار تصلي به وتوضيت فيه دار تصلي لكن تاند غسلت بالصابون بعض العلماء اللي بيروا إنه لمس الزكر بيبتل الوضو قالوا بشرط إنه ما يلمس زكر وبعض العلماء زي شيخ العسيمين البيروا إنه لمس الزكر ما يبتل الوضو إلا إذا كان بشهوة فذيل ما بيوجب إنك تتوضى تاني ما حكم الدين في رجل فطر في نهار رمضان سبب وجع في الرقبة أو الرجل هو يجمع في الغالب وجع الرقبة ما عنده علاقة به الإفتار في رمضان إلا في حالة إلا إذا كان في عملية حاجة كبيرة عمل حمى في الجسم كله لأنه قال إذا اشتكى منه عضن تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فإذا كان عمل مرض للجسم كله الألم دا كان كبير عمل ألم في الجسم كله مرض كامل والزول ما قدر يقوى مع المرض على الصيام فده يجوز لا يفطر كلام دا يعني بنوه تفصيل يجوز لا يفطر إذا كان المرض دا أوجب الإفتار الضابط شنو؟ الضابط إنه مع المرض دا الصيام بشيق عليه إذا كان الصيام بشيق عليه مع المرض دا فده شنو يا جماعة؟ يفطر في عدة من أيام أخر يصوم بعدين بعد رمضان قال ما حكم التكبير والتهليل عقب الصلوات المفروضة أنا ما عارف زي قاصل تكبير العيد يعني ولا إذا قاصل تكبير العيد التكبير في عيد الفطر كذا قبل الضحية في عيد الفطر يبدأ زي ما ذكر العلامة شيخ العسيمين من غروب الشمس في آخر يوم في رمضان يعني يوم الوقفة أول ما الشمش غابت فطرت آخر يوم صمت في رمضان والشمش غابت هنا التكبير بيبدأ مج بيبدأ من الصباح لا بيبدأ من هنا وَسَدَلَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فهين العدة اكتملت من رمضان ربنا قالوا وَلَيْتُكَبِّرُوا بعدك ما للعدة طوالي فطوالي تكبر لحد خروج الإمام إلى مصاد العيد ده في الفطر تقيف أما في الأطحى الأمر بيختلف شوية التكبير يبدأ من طلوع الفجر في يوم عرفة مش من غروب الشمس يوم عرفة يوم الوقفة من طلوع الفجر ده في عيدة الأطحى من طلوع الفجر فجر عرفة التكبير بدأ ويستمر التكبير ده لحد ثالث أيام التشريق اللي هو رابع يوم العيد لأنه أيام التشريق بتبدأ أول يوم في التشريق بعد اليوم الأول من العيد هل هو يوم القر ده أول يوم في شنه جماعة في يوم التشريق ثاني يوم العيد في الأطحى ده فلحد ثالث أيام التشريق قبل ما شمش قبل ما شمش تغيب في آخر يوم من أيام التشريق ده التكبير بنتي التكبير في الأطحى نوعين ما زي هناك ما زي في الفطر تكبير مطلق الناس تكبر في الطرقات وفي أي وقت في الأيام دي في الأيام دي الخمسة دي أما في نوع تاني تكبير مقيد بدبر الصلوات ده برضو مرتبط بالأطحى برضو دبر الصلوات لكن العلماء تناقشوا في مسألة التكبير الجماعي في العيدين يعني الآن واحد يمسك ميكرافون خلاص يقول الله أكبر الله وجمعه وراه يشيله وراه شيالين ده يجوز ولا لا يجوز علماءنا غالب بيقولوا ما بيجوز إنما كل زي يكبر براه الإمام مقبل بيقول ما بيجوز قال لكن ما بقدر أقول بدعه خلاص فالمهم الأولى والأفضل إنه شنا جماعة كل زي يكبر براه دبر الصلوات في العيد الأطحى وهو ماشي بالشارع في أي مكان والسنة إنك تعلي صوتك بالتكبير تعلي صوتك بالتكبير طيب آخر سؤال نفتع الفرصة بعد ذلك للمشايخ قال يوجد الشيخ صوفي في مسجدنا في مسجدنا يدرس الصلاة فقط زيد الحج هل يجوز الاستماع إليه ما يجوز قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم والآية دي مع آية آل عمران مع آية الأنعام آية النساء والأنعام السلف قالوا الآيتين ديل من أعظم الأدلة في القرآن على عدم الجلوس مع أهل البدع خلي تسمع له صلاة واللغير مجرد تقعد معه ما بيجوز إما فتح خشم بكلمة المبتدعة الصفدة إما فتح خشم بكلمة بحرف خلاص؟ تقعد جنب ساخد حرام بنص القرآن وبنص سنة النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثاً وغيرها من النصوص المستفيدة في السنة ما بيجوز لك تسمع له ليه؟ السلف قالوا لو أن صاحب البدعة بدأك ببدعته لنفر منه الناس لو زول مبتدع جاء لك والله أنا بدعو طبعاً إنك تعبد غير الله تعبد الشيخ وربنا دا تخليه تب فيه زول بتابعه؟ لو قل لك كده عديل ما بيقول لك كده عديل لكن أصلاً هي دعوة إنك تعبد غير الله السلف قالوا لو بدأك ببدعته لنفر عنه شناً جماعة الناس قالوا ولكنه يتحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا تمكنه لدق أو أدخل فيها بدعته دخل البدعة جوه دخل جوه زيد الصوفي شرك لك عمل لك شرك بفقه الصلاة فقه الصلاة دا يسمه الشرك يشرك لك بالكلام دا خلاص؟ يشرك لك بالكلام دا عشان يدخل لك في الشرك بالله تدخل معاه جوه بعشوه قل لك تنادي أبونا الشيخ تدعو الميتين شوية شوية يدخلها لك والأخو مسلم بيشرك لك بحلقة التلاوة بتاعة الصباح بتاعة صلاة الصبح في الغالب أنا ما بقول كلهم لكن في الغالب البيبدا الحلقة دي وتلقاش إلى المخدة دي كماشي وتعالوا وقعدوا بجاي تلقى أخو مسلم بيشرك للناس يقعدوا هنا وزلابية وشاي بعشوه يمرقوا مسيرة ومظاهرات من الزلابية والشاي دي يطلعوا بالرينة فالزول ما يدغشة ساكت محمد بن سيرين قال كلمة لو الناس عملوا بيها الموضوع دا ما بيضغشة ولا بتدغشة قال إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم زول الليلة ودار يستري مركوب من السوق بمشي بعزل المركوب الكويس من الكعب لو دا يستري طماطن فجل دكوة يا أخ ساكت والله دكوة يقول لدي ما لون كده ما لزرق كده صح ولا ما صح الدين من الجديد من البيضة الدين الناس بيشعله ساكت إلا من رحم الله تسمع لأي زون ما ينبغي هذا ولا يجوز هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وقال له صحيح